اهلا بكم في ايديا جديد النهاردة هنياخد معناها الحيطان لهودان وده باستخدمه لما يكون مثلا في حد مفروض ما يتكلمش في الموضوع ده هنا في موضوع مثلا مفروض ما يتكلمش فيه هنا مثلا في موضوع مش عايزين حد يسمعه في موضوع اي موضوع من هذا القبيل فانا بحذر الشخص اللي قدامي بقوله مفروض الحيطان لهودان المفروض ما تتكلمش في الموضوع ده هنا لان الحيطان هتسمع يعني ممكن اي حد يسمع والموضوع ينتشر